أبدأ بس الأول نتكلم عن اللايحة وإيه اللي حصل علشان نادي الأهل يفوز بهدفين مقابل لشيء في مباراة الأخيرة المؤجلة من الأسبوع الرابع أمام نادي الزمالك إدارة المسابقات اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة ويعملا لنص المادتين ستة واربعين وسبعة واربعين من اللايحة المسابقات والبند تلاتين فقرة اثنين من شروط ونظام المسابقة تنص المادة على أن إذا اعتبر فريقا منسحبا واستكمل المسابقة حفوا تطبق عليه الجزائيات التالية واحد توقع عليه غرامة مالية تبقى لفئات المسابقة التي يحددها مجلس إدارة الاتحاد قبل بداية كل موسط خصم عدد ست نقاط تعادل نقاط مباراة واحدة فوز من رصيده نهاية الموسم بالإضافة إلى اعتباره مهزوما في المباراة المنسحب منها ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة تلاتة معاقبة كل ما له صلة بقرار الانسحار تبقى لتقرير الحكم والمراقبين وللجنة المسابقات الحق في الاستعانة بما ترى في هذا الشأن الاستيضاح وأخذ القرار تبقى لللائحة مع عدم الإخلال بحكم المادة 60 في هذه اللائحة اللي هو الانسحاب من كاس مصر يعني ده الحقيقة كان نص البيانة اتحاد كرة القدم وأنا نفسي أفهم بس الحاجة اللي نفسي أفهمها ونفسي أعرفها هي ليه دايما العقوبات اللي بتبقى موجودة بتبقى عقوبات منقوصة يعني إيه؟ يعني حضرتك البند واضح وصريح بيقولك اعمل كذا هو حضرتك ليه طبقت نص البند والنص التاني ما طبقتوش اللي هو طبعا معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب تبقى لتقرير الحكم والمراقبين وللجنة المسابقات الحق في الاستعانة بما ترى في هذا الشأن الاستيضاح وأخذ القرار تبقى لللائحة مع عدم الإخلال بحكم المادة ستين أوكي حضرتك طبقت نص البند والنص التاني ما طبقتوش أو ما أعلنتش أن أنت تم تطبيق هذا النصف التاني من هذا البند وبالتالي في حاجات كتيرة في ناس كتيرة خسرت كتير من هذه المباراة يمكن الفائز الوحيد من هذه المباراة هو النادي الأهلي النادي الأهلي رح في معاده كأي فريق محترم وصل في معاده على الرغم من اللي كان بيتقال إن هناك ظروف صعبة وكده ولكن النادي الأهلي وصل في معاده طاقب التحكيم كان متواجد وبالتالي كل الأمور كانت مهيئة لبدء المباراة ولكن انتهى الموضوع بانسحاب نادي الزمالك خلاص ولكن هي فلوس الرعاة فيه الناس اللي بتدفع فلوس علشان الناس تقعد تتفرج على الاهلي والزمالك في كل القنوات اللي كانت شغالة وايضا الرعاة في ملعب المباراة حاجات كتيرة جدا فلوس البث اللي اتدفعت كل الأمور دي مين اللي حيدفع مثل هذه الفلوس مين اللي حيدفعها أنا ولا حضرتك ولا منين ولا من اتحاد الكرة وبعد جدا يجيه لك مفيش فلوس ولازم نلم فيلوس مش عارف منين ولكلام دا كل filomi ليه دايما حضرتك بتضطروننا نتكلم في أمور سهلة وبسيطة وحضرتك ممكن تعملها بمنتهى البساطة بمنتهى الم.. على فكرة الكلام دا لو حصل مع النادي الأهلي أنا متأكد طبعا لكن الكلام دا لو حصل مع النادي الأهلي من فضل حضرتك طبق اللايحة كلام ده لو حصل مع النادي الاهلي من فضل حضرتك طبق اللايحة شوف اللايحة بتقول ايه وطبق اللايحة انا حكون اكتر واحد واقف في هذا الموضوع طالما عندي لايحة طالما عندي لايحة اقدر اتكلم منها لكن ما تقوليش ان انا خدت عقوبات على كهرباء لنهاية الموسم وانت اساسا ما دتنيش لايحة وقلت ان اللايحة على الموقع الرسمي وما كانتش على الموقع الرسمي